السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي تلضع طفلها وهو في بداية الشهر الثالث وهي لأن تصوم رمضان بسبب ذلك وبعض الشيوخ نصحوها بإخراق فدية مالية بسبب ذلك وعدم قضاء الصوم لأنها أفترت بسبب الغير علشان طفلها فما الحكم في ذلك وما هي مقدار الفدية المالية أرجو الرد ضروري جدا أول حاجة عندنا ثلاث أسئلة السؤال الأولاني هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ نعم يجوز للمرضع أن تفطر طيب ما الحكم لمن أفترت للرضاع التي تفطر للرضاع كالتي أفترت للحمل لأن دي الرضاع من مكملات الحمل وإحنا بنتعامل مع الحمل على أنه كأنه مرض طيب ويبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إيه لو أفترت لأجل الرضاع عليها أن تقضي أيام أخر تقضي أيام تانية طيب هي تدفع الفدية اللي بيدفع الفدية ده وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه يعني إيه؟ يعني على الذي لا يستطيع السيام مرة ثانية إذا أطباء قالوله إيه؟ مش هتقدر تصوم تاني إذا أطباء قالوله إيه؟ مش هتقدر تصوم تاني فبيطلع فدية لكن الست المرضع والست الحامل بعد ما تنجب بعد ما تلد وبعد ما ترضع هي تستطيع أن السيام فيبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى عليها أن هي تقضي هذه الأيام ولا تدفع الفدية يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هي تقضي الأيام ولا تدفع الفدية طب الفدية مقدرة كام؟ 30 جنيه طب هي هتدفع الفدية؟ لا هي تقضي الأيام وليس عليها فدية